اشتركوا الاخبار من الميادين وابرز ما فيها الجيش السوري يصل الى ضفاف الفرات الغربية للمرة الاولى منذ خمس سنوات بعد تحرير المجمع الحكومي للموصل العبادي يخير مسلحيد عشبين الاستسلام والموت الامم المتحدة تحذر من ان اليمن يمثل الحالة الاكبر لانعدام الامن الغذائي في العالم اهلا بكم حرر الجيش السوري وحلفائه بلدة الخفصة ومضخات المياه في محيطها بريف حلب الشرقي تقدم الجيش شرقا وضعه على مشارف بحيرة الاسد وعلى مرمى حجر من انهاء وجود داعش في ريف المدينة الشرقي ليمهد الطريقة امام فتح معارك الرقة تقرير رضا البحشة للمرة الاولى منذ خمس سنوات الجيش السوري وحلفائه على الضفاف الغربية لنهر الفرات بلدة الخفصة ومضخاتها المائية تحت سيطرة الجيش وحلفائه تقدم الجيش شرقا سيطر على خمس عشر قرية وبلدة الكثافة النارية تعدد محاور القتال الى جانب السيطرة على التلال المشرفة عوامل ساعدة الجيش وحلفائه على كسر تحصينات داعش سيطرنا على الخفصة ونهر الفرات وبعد ايام تعود المياه الى حلو السيطرة على الخفصة تنهي محورا قتاليا وتفتح الباب امام انسحاب داعش من ريف منبج الجنوبي الممتدي من الباب الى نهر الفرات بعد انتهاء معركة حلب تم الاتجاه باتجاه ريف حلب الشرقي لتامين المياه لمدينة حلب وصرنا ايغدين اكتر من ميت ضيعة نحن قمنا بتأمين منطقة الخفصة وتأمين حفظ الفرات لتأمين المياه لمدينة حلب وريفها حسم معارك محور الخفصة وسيطرة الجيش وحلفائه على قران في محيط دير حافر يضعى تنظيم داعش امام خيار الانسحاب شرقا الى معاقله في محافظة الرقة خيار داعش بات محسوما فدير حافر تضيق دائرة الخناق حولها وابواب معركة الرقة باتت مشرعة امام القوات السورية وحلفائها الخفصة تعيد مياه حلب الى مجريها وتنهي ازمة المياه في هذه المدينة بعد اربع سنوات اضافة الى انها تنهي تواجد داعش في القسم الشمالي من ريف حلب الشرقي رضا الباشا من مشارف الخفصة حلب الميادين الى ذلك بث الاعلام الحربي في سوريا مشاهد لتوسيع الجيش السوري وحلفائه سيطرتهم قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي يأتي ذلك بعد عدة ايام على تحرير المدينة من طمغي داعش وفي دمشق يواصل الجيش السوري تأمين محيط العاصمة الشمالي الشرقي مع استهداف مسلحي جبهة نصرة في القابون العمل العسكري يأتي في ظل فشل جهود المصالحة واخراج المسلحين من المنطقة تقرير محمد الخضر تأمين محيط دمشق يسير بخطة ثابتة وحدات الجيش السوري انتقلت من تأمين جنوب وغرب وشمال العاصمة إلى شمالها الشرقي حياء القابون وبرزاء في الطريق إلى سيطرة الدولة غارات جوية تستهدف مواقع جبهة النصرة وتقدم على الأرض توجب السيطرة على بساتين القابون الجيش بما يقوم به الآن هو يقوم بعملية تنظيف لهذه المنطقة وقد وضع المسلحين أمام خيارين إما التسوية وإما العمل المسلح منطقة القابون بالدرجة الأساس تهم المناطق مناطق الغوطة لأنها كانت منطقة إمداد واعتقد أن الأنفاق التي تم كشفها والاستلاء عليها تؤكد ذلك تأمين برزاء والقابون لا ينعكس إجابا فقط على الأمان في أحياء دمشق بل يشمل تأمين الطرق إلى ضحية الأسد بحرستة والحدة من استهدافها بالقذائف الصاروخية تلقت الضحية آلاف قذائف الهاون خلال سني الحرب الست من الجماعات المسلحة موقعها الجغرافي الملاسق لحرستة وقربها من برزاء والقابون جعلاها عرضة لقطع الطرق والقصف قصف استهدف المدنيين في منازلهم وأحيائهم أبي ننزل لك ما نكشايف يعني شوفت حينك هلأ ما كان روحتنا؟ الحقيقة تقريبا نحن شبه محاصرين يعني لأن طرق الضحية أغلبها ستكون مسكرة أحيانا حتى إذا كان الطريق مفتوح عم يكون غير آمن بتوقع حتى أنه فيه إشكالية بالتحرك بقلب الضحية واقع فرض على أبناء المنطقة التكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة القصف عطلت المدارس لأيام والتزم المدنيون بيوتهم طلبا للأمان قمنا في الأيام القليلة الماضية بتعطيل المدارس لبعض الأيام من أجل سلامة أطفالنا لحفاظها على أرواحهم في يوم عندنا كان 19 جريح وعندنا خمس شهداء أول تمبارا كان عندنا ومثل ما شفت اليوم من خمس دقائق كيف استهدفوا مكتب الطوارئ الكهرباء الذي يقوم بخدمة المواطنين من دفع فواتير خلال أقل من أسبوع استهدفت الضاحية بنحو مئة قذيفة هاون قصف لم يكن الأسوأ عليهم كما يقولون برغم خطورته هنا يترقبون أنهاء البؤر المسلحة في محيطهم محمد الخضر من ضاحية الأسد بحرستة الميادين تدرس الخارجية الأمريكية إمكانية التفاهم مع روسيا حول سوريا وفق ما أعلن مسؤول رفيع المستوى فيها ووفق المسؤول فإن الوزير ريكس تيلرسون وفريقه يدرسون كافية التقدم فيما يخص سوريا وبعض المسائل الأخرى وأضاف بأن تيلرسون يكن احتراما كبيرا لروسيا المسؤول أشار أيضا إلى أن واشنطن ستحضر في المحادثات السورية المقبلة بصفة مراقب دعا وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري دول الأعضاء في جميع العربية إلى مراجعة قرارها بشأن تعليق عضوية سوريا في الجامعة كلام جعفري جاء خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية نصف السنوية لمجلس وزراء الخارجية العرب لا ينبغي أن نطبع أنفسنا ونتعود أننا نستمر ونستأنس ونتقبل أن يغيب دولة العربية لا يمكن سوريا بتأريخها لست سوريا بالجنسية لكني سوري إلى مخ العظم كما أنني مصري إلى مخ العظم ما دام المصري والسوء جزء من هذه الأمة لا معنى أننا نتمسك بالأمة ونفرط بأجزائها وأطرافها إلى متى نستسلم لهذه الحالة علينا أن نؤيد النظر بشجاعة بالغة ونضع حدها لهذا الوضع سوريا بالنتيجة غيابها نقطة ضعف علينا جميعا نحن لا تخلونا الشجاعة عندما نشخص أي حاكم وإي حكومة تخطأ نباشر ونقول أنها خطأ لكن ذلك لا يعني أننا نقاطع الخلافات مدعاة للحوار وليست مدعاة للقطيعة القطيعة لا تسوي شيء يضعف أي دولة العربية يضعف لنا جميعا إلى تطورات معركة تحرير الموصل حيث قتل القائد العسكري لعمليات الداعش في الجانب الأيمن للمدينة وفق ما أعلنت مدرية الاستخبارات العسكرية ووفق المدرية أيضا فإن القيادية في داعش قتل خلال الاشتباكات في منطقة الدواسة موسيقى موسيقى الميادين واكبت عملية تحرير الدواسة والمدرية مجمع الحكومي غرب المدينة وكلام العبادية الذي خير فيه عناصر داعش بين الاستسلام والموت تقرير عبدالله بدران تواصل القوات العراقية عمليات الاندفاع شمال حي الدواسة بعد حرب شوارع انخضتها القوات العراقية تمكنت خلالها من استعادة مبنى الحكومة المحلية المحافظة ومجلس المحافظة وكذلك مجمع المحاكم عملية نوعية اليوم في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم تمكنوا من اختحام مبنى مجلس المحافظة وتحرير المجمع الحكومي هذه العملية الأولى التي يقومون بها في الليل حاول داعش دفع سيارات مفخخة لعاقة حركة القوات العراقية ما يتبقى من السيارات المفخخة في محيط العمليات هو آثار هذه السيارات التي حاول من خلالها داعش إبطاء تقدم القوات العراقية التي تقاتل بقتال نخبة وحرب عصابات مع مسلحي التنظيم حررنا مجلس المحافظة وإن شاء الله تقدم باتجاه المدينة القديمة الطيران الحربي العراقي كان له دور واسع جدا في استهداف مقارات قيادة وسيطرة لمسلحي داعش في تأمين المحور الغربي بضربات جوية طاولت مواقع التنظيم وأمنت للقوات العراقية حركة سريعة في محاور العمليات وكذلك في إدارة اشتباك حرب الشوارع مع مسلحي التنظيم حرب شوارع صعبة خضتها القوات العراقية وهي بذلك تمكنت من اجتياز مواقع يتواجد بها المدنيون الدواعش أما يهربون أو يقتلون أمامهم خيارين الخيار الأول أن يسلمون أنفسهم نوعدهم أن تكون محاكمة عادلة لهم الخيار الثاني يقتلون معدهم خياراتهم يستمر القصف الجوي واستهداف مواقع مسلحي داعش من قبل طيران الجيش العراقي في هذه العمليات بهدف تأمين حركة القوات العراقية على الأرض وغالبا ما تكون هذه القوات بحاجة لتأمين الأزقة التي لم تدخلها بعد على اعتبار أنها أزقة يتوقع فيها وجود مفارز داعش وهي مفارز قناصين أو مفارز قدائف هاون أو مفارز انغماسيين من الدواس عبدالله بدران الميادين فصل قصير ونتابع النشرة ابقوا معنا أهلا بكم من جديد حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن اليمن يمثل حاليا أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم مع انعدام الغذاء عن ثلثي السكان ووفق البرنامج فإنه بسبب نقص التمويل لا يستطيع حاليا تلبية الحاجات الغذائية للسكان هناك محذرا من أنه إذا لم يتم تأمين الأموال بصورة عاجلة وفي الوقت المناسب سوف تنفذ المخزونات الغذائية خلال نيسان إبريل المقبل ونبقى في اليمن حيث تتواصل معاناة النازحين بعد تقارير أخيرة لوزارة الصحة اليمنية تؤكد انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة في صعدة وحجة وعمران وصنعاء نتيجة ضعف الخدمات المقدمة في مراكز الإيواء مع نقص الإمكانات المالية وترد الوضع الصحي في ظل الحرب تقرير أحمد زميب قد تستطيع الكاميرا نقل صورة هؤلاء الأطفال لكنها لن تستطيع حتما نقل آلامهم وأوجاعهم هنا في مخيم شمال صنعاء لا حديث يعلو على حديث الأمراض وانتشارها بين النازحين ولسيما الأمراض الجلدية منها بمختلف أنواعها ثمانية أطفال لدى هذه الأسرة النازحة يلاحقهم الجوع والمرض اللذان يمتدان شيئا فشيئا إلى أكثر من ستين أسرة تعيش في هذا المخيم الوباء الآن نصبح عندنا منتشر في الأطفال بشكل عام الوباء هذا أمراض جلدية يعني كلما تروح الحبوب ترجع من جديد وناشدنا الصحة ولم نحصل أي استجابة لأي مطالب لنا طبعا ما مش معنا لا مستشفيات ولا أيادات متنقلة ينزلوا على الناس هذا يعني يعليهم والناس زي ما انتم شايفين حالتهم صعبة 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 للغاية وزارة الصحة اليمنية تتحدث عن إصابة أكثر من أربعة آلاف من النازحين بمرض الجرب في مخيمات صعدة وحجة وعمران وها هو المرض يجد طريقه إلى صنعاء مع ارتفاع أعداد النازحين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وانتشار الأمراض الجلدية المعدية سجلنا خلال العام 2016 بالذات حوالي أكثر من أربعة آلاف حالة جرب في محافظات صعدة وحجة وعمران كون العدوان أدى إلى أن الشخص ينزح من بيته فهو أصبح مسكين يسكن في مخيم مع عشرات أو مئات الأسر وأيضا لا تتوفر له الجوانب الصحية الضرورية تداعيات الحرب على اليمن جعلت الأطفال وهم بالملايين على مقربة من الموت فيما المنظمات الإنسانية لم تستطع أن تقدم شيئا رغم أنها رفعت الصوت محذرة من كارثة إنسانية في اليمن من يسكنون هذه المخيمات من النازحين في أشد الحاجة للأدوية والعناية الطبية لعلاج أطفالهم في ظل غياب المنظمات الإنسانية لإنهاء هذه المعاناة أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين الأمم المتحدة حذرت من مجاعة محتملة في الصمال ومن خطر تكرار مجاعة عام 2011 بسبب الجفاف حيث وجهت منظمات إغاثة نداء إلى جمع نحو 800 مليون دولار لتقديم المساعدة إلى نصف سكان بلاد هذا ويمنع إنعدام الأمن عمالا لغاثة من الوصول إلى أجزاء في البلاد ما أدى إلى تضفق الأسر من المناطق الرفية إلى المدن بحثا عن الغذاء قال وزير الأمن الإسرائيلي فيكدور لبرمن خلال لقائه نظيره الأمريكي جيمس ماتس في واشنطن إن إسرائيل قلقة من تحول الجيش اللبناني إلى جزء من منظومة حزب الله لبرمن شدد على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة فاعلة في المنطقة وسائل علامة إسرائيلية من جهتها نقلت أن لبرمن وماتس اتفقا على الحاجة إلى تعزيز القوى المعتدلة في المنطقة وإيجاد اتلاف يحارب الإرهاب وكان لبرمن قد أرسل رسالة شديدة لهجة إلى الحكومة اللبنانية في أعقاب التقدير بأنها ستتعاون مع حزب الله في المواجهة المقبلة ضد إسرائيل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبا زكي قال أن تقارب مصر مع حركة حماس يساعد في إصلاح الوضع الفلسطيني وفي حديث لبرنامج حوار الساعة على شاشة الميادين شدد زكي على أنه لا أحد يستطيع تجاوز القيادة الفلسطينية أنا سمعت أن مصر في طريقها إلى تحسين العلاقة بين مصر وبين حماس إذا عادت حماس إلى علاقة طيبة مع مصر مصر هي التي حامل الملف وبالتالي أعتقد مصر مع الشرعية ومع حركة فتح وبالتالي مع القيادة الفلسطينية مع أبو مازم على وجه الخصوص وفي المقابل أكد زكي وجود تقارب تركي إسرائيلي قوي مشيرا إلى أن المؤتمر الذي عقد في تركيا هو بداية للتنازعية على الشرعية الفلسطينية لكن الذي فيه إسطنبول فيه تقارب الآن وتخطيط إسرائيلي تركي قوي طيب فيها الظرف هذا التي تركيا تتقارب جدا مع إسرائيل وتنسق في كل شيء ينعقد على أرضها مؤتمر والمؤتمر يخلص إلى نتيجة أن التوافق على تحويل هذا المؤتمر إلى مؤسسة شرعية وأن تجرى انتخابات لهياكلها التنظيمية إذن هذا بداية لرفع الغطاء أو للتقاسم أو لتنازع على الشرعية الفلسطينية تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بتجديد العمل بقانون الهجرة بحق ست دول رأت الأمم المتحدة أن قرارا كهذا قد يزيد معاناة اللاجئين الباحثين عن الأمن والأمن بعد توقيع الأمر التنفيذي حول أوضاع اللاجئين أوضحت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لاجئين هم أشخاص عاديون أجبروا على الهرب من الحروب والعنف في بلادهم وهم في حاجة ماسة للمساعدة من أجل حياة آمنة إن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعا إلى تأمين حياة هؤلاء لذا نجد أن القرار ولو كان مؤقتا سيزيد من معاناتهم وبالتالي فإن المفوضية تبدأ استعدادا للتعاون بشكل فعال مع الإدارة الأمريكية لضمان تأمين برنامج اللاجئين بأعلى معيير السلامة والأمان هو المشهد نفسه أمام البيت الأبيضة بعد ساعات على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا رئاسيا جديدا حضر بموجبه دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة التظاهرات وصلت الليلة بالنهار واستقطبت فئات اجتماعية أمريكية مؤيدة لحقوق الوافدين جئت للاحتجاج على قرارات تناهد الروح السمحة والقيمة الأمريكية التي استقطبت مهاجرين من جميع أنحاء العالم نجر اتصالات ومشاورات مستمرة مع قوى اجتماعية أخرى على امتداد البلاد لمناهضة القرارات العنصرية والقرار الأخير صيغة معدلة ومغلفة جيدا لتفادي الأحراج القانوني العاصمة واشنطن كانت ساحة احتجاجات معارضة ضد قرار ترامب الجديد فالمحتجون رأوا أن القرار يحمل صبغة تمييزية وعنصرية إدارة ترامب تشسيد لحكومة عنصرية من العرق الأبيض التي تهمش الفئات الاجتماعية والعرقية كافة وهي امتداد لسياسات عنصرية سابقة أرساها بوش تحت غطاء محاربة الإرهاب وطيرة الاحتجاجات ستستمر وترتقي تنظيميا وتتسع رقعتها وينضوي تحتها مثقفون ومهندسون ومهنيون ممن يعتمد اقتصاد البلد على نتاجهم الفكري والعملي مواقف المتظاهرين أكدت استمرار الاحتجاجات السلمية ضد قرارات الإقصاء العنصرية ليس في واشنطن فحسبه بل أيضا على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية وأمام مكاتب ممثليهم في الكونغرس بحسب الجمعي هنا ردود الفعل من أوساط دينية وسياسية أظهرت مسالدة واضحة للمستهدفين من هذا القرار والجميع يشدد هنا على أن الولايات المتحدة هي بلد المهاجرين محمد كريم واشنطن الميادين والآن إلى أبرز ما عنوانت بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع بيسان طرف صباح الخير بيسان صباح الخير ملحم صباح الخير من جديد مشاهدين نبدأ جولتنا بأبرز ما عنوانت صحيفة الصباح الجديد العراقية في العنوان الأول سقوط أهم معاقل داعش والعالم العراقي يرفف فوق المبنى الحكومي بالموصل العباد يصل نينوى ويعبر عن فخره بالانتصارات عنوانت أيضا هذه الصحيفة الاتحادية تعلن قتل 135 إرهابيا بعملية دواسة الموصل ومحيطها ومن عنوانها البارزة أيضا اجتماع لرؤساء الأركان التركي والأمريكي والروسي في أنقرة ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية التي بدورها عنوانت تنصيق أمريكي روسي تركي لمنع صدام في سوريا القوات النظامية تستعيد من داعش بئر نفط ومحطة مياه وموسكو تعلن هدنة في غوطة دماشق القوات العراقية تستعيد المباني الحكومية في الموصل هزيمة عسكرية ومعنوية كبيرة لداعش الجامعة ملتزمة مبادرة السلام العراق يطرح عودة سوريا وأبو الغايت يستبعدها الآن إلى صحيفة الوطن السورية في العنوان الأول الجيش يستعيد الخفصة ويصل إلى بحيرة الأسد شرقية حلب ضيق الخنق على النصرة في القابون وأسقط صوامع تدمر ناريا توافق روسي أمريكي تركي على رفع كفاءة محاربة الإرهاب في سوريا الجعفر يرأس وفد الجمهورية في أستان المقبل عبد الكريم للوطن 80% من أثاري تدمر بخير معظم القطع الأثرية هربت لتركيا وترفض إعادتها إلى لبنان مع صحيفة الأخبار في العنوان الأول سعودي أو جي بدأت مراسمة الدفن موقف لعون اليوم يحسم الجدل حول الفراغ واقتراح باسيل الجديد أول التصعيد ومن عنوينها البارزة العراق العبادي يحصد ثمار الموصل اتفاق ثاني مع البرزاني وأيضا نقرأ في عنوينها البارزة يوم المرأة العالمي غير للنظام ننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية في العنوان الأول خطة ترامب للسلام تستكمل خلال ستة أسابيع وتستند إلى المبادرات العربية وتتطلب تنازلات مؤلمة من الجانبين مصادر البيت الأبيض للقدس ومن عنوينها أيضا إصابة بالرصاص خلال مسيرة قرب عوفر وتواصل حملات الدهم والاعتقال تقرير جديد للأمم المتحدة سيطالب دول العالم بوقف التعامل مع المستوطنات إسرائيل ستمنع دخول كل من يقاطعها وننتقل إلى صحيفة النهار الكويتية في العنوان الأول تحرير الموصل يتسارع وقادة داعش فروا القوات العراقية في المدينة القديمة بعد السيطرة على المجمع الحكومي الإمارات دول الخليج وضعت أسسا واقعية للتعاون مع إيران ونختم مع عنوين بارزة في صحيفة الوسط البحرينية في العنوان الأول سيادي وعد أو وعد تسلمت الدعوة والتهم خارجة عن خطنا السياسي تأجيل محاكمة نبيل رجب إلى السادس عشر من أبريل مع هذا العنوان نخكم جولتنا شكرا للمتابعة نعود إليك من الحمد يسان شكرا لك في الختام تذكيرا بالعنوان الجيش السوري يصل إلى ضفاف الفرات الغربية للمرة الأولى منذ خمس سنوات بعد تحرير المجمع الحكومي للموصل العبادي يخير مسلحي داعش بين الاستسلام والموت الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يمثل الحالة الأكبر لنعدام الأمن الغذائي في العالم وللمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net دمتم بخير